قال السياسي العراقي مثال الألوسي أن إيران تتلاعب في المنطقة مستغلة عدم قدرة الإدارة في واشنطن على تنفيذ قرارات جريئة بسبب قرب الانتخابات الأمريكية وبيّن الألوسي أن إيران تريد حكومة مقربة لها في إقليم كردستان لافتان إلى أن هدف هذه القرارات السياسية والقضائية ضد إقليم كردستان تشكل حكومة برعاية إيرانية وأضاف الألوسي أن هذه المحاولات قد تحدث في السليمانية بين ليلة وضحاها لكن أربيل يصعب ذلك مع وجود الحكومة القوية الحالية في الإقليم مشددا على أن زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني ورئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني منع نفوذ وتمد طهران في الإقليم